إذن أمريكا والاتحاد الأوروبي ملفات تجارية على طاولة بروكسل لقاء الأول في عهد بايدن مع الاتحاد الأوروبي بعد علاقة سادتها كثير من الجفوة في عهد دونالد ترامب دعونا نقف على كثير من التفاصيل يعني في هذه القمة وما تتضمنه هو إعادة العلاقات الدافئة بين الطرفين وتوقعات بإنهاء التوترات التجارية التي فرضها عهد دونالد ترامب بامتياز وإنهاء النزاعات المتعلقة بالألمونيوم والصلب والطائرات كان يدور فيها جدل كثيف فيما يتعلق بفرض كثير من الرسوم على هذه القطاعات ملفات أخرى يسعى الجانبان إلى توحيد الجهود للتغلب على كوفيد 19 الجائحة التي هزت العالم وكبح تغير المناخ الهاجس الذي يشغل بالأوروبيين والأمريكيين ودعم الديمقراطية أيضا كواحدة من هذه الأدوات إذن هذا هو المثلث الذي يشتكز عليه الطرفان ما هو شكل العلاقات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب سأت هذه العلاقات بشكل كبير وتم تبادل فرض الضرائب بين الجانبين دونالد ترامب يفرض 10% على الألمونيوم ويفرض 25% على واردات الصلب الأمريكي يتحدث عن 6 مليارات و400 مليون دولار الرد للاتحاد الأوروبي لم يتأخر كثيرا فرض الرسوم الجمهورية بـ 2 مليار و800 مليون يورو على سلع أمريكية بعد دعم الاتحاد لأيرباس بقروض مدعومة منظمة التجارية الأمريكية تفرض رسوم جمهورية بـ 6 مليارات يورو و200 مليون وأوروبا تفرض أيضا رسوم جمهورية بـ 4 مليارات دولارات إذن حرب الرسوم والضرائب تستعر وتشتد في ذلك العهد ما هو حجم التجارة بين أمريكا وأوروبا؟ نتحدث عن أكثر من 164 شركة أوروبية تصدر استلع لأمريكا نتحدث عن 353 مليار يورو في 2020 الاختصادات معا الأمريكي والأوروبية يشكلان نصف إجمال الناسج المحلي العالمي وثلث تدفقات التجارة العالمية الصادرات من أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية باللون الأزرق يبدو أنها هي الأعلى بطبيعة الحال والواردات من الولايات المتحدة لأوروبا باللون البرتغالي ويبدو أنها هي الأقل وبالتالي الميزان التجاري في مصلحة أوروبا في هذا الاتجاه هي التي تصدر أكثر للولايات المتحدة الأمريكية إذن ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية ما بين أوروبا وأمريكا؟ إجمال الاستثمارات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي أعلى بثلاث مرات من آسيا هذا يبين ربما أن أوروبا وجهة أساسية رئيسية للولايات المتحدة الأمريكية أما استثمارات الانتحاد الأوروبي في أمريكا فهي ثمانية أضعاف حجم الاستثمارات في الهند والصين ما يبين أيضا أهمية الولايات المتحدة الأمريكية لأوروبا وبالتالي تبادل المنافع قائم بين الجانبين الصناعات المتنافسة بين أمريكا وأوروبا أكبر واردات أوروبا من أمريكا تتمثل في المواد الخام بـ 9 مليارات و 400 مليون يورو والوقود المعدني بـ 20 مليار يورو في العام 2020 أما أكبر صادرات أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية فهي الآلات ومعدات النقلة تصدر أوروبا لأمريكا بـ 132 مليار يورو والكيمويات من أوروبا لأمريكا أيضا بـ 111 مليار يورو إذن هذا هو شكل العلاقة بين الجانبين ليجلساني على طاولة واحدة في بروكسل هذه المرة وسط علاقات أكثر دفءا وحاميمية